اهلا بكم من جديد يعد معرض الخليجي للعقار 2019 حدثا هاما لاستعراض اهم المنتجات وخدمات القطاع العقاري ويعتبر المعرض السنوي احد اسرع الفعاليات نموا لاستعراض احدث التطورات والمشاريع العقارية الاقليمية والدولية التفاصيل في سياق التقرير التالي يوصل معرض الخليجي العقاري 2019 فعالياته وسط حضور لافت من عدة شركات مختلفة عرضت ابرز ما في جعبتها من مشاريع مميزة ووسط التحديات الاقتصادية العالمية والاقليمية الكبيرة التي يواجهها العالم الا ان المعرض وصل نجاحاته بكل جدارة عاما بعد عام مما جعل من مملكة البحرين بيئة جاذبة للاستثمار العالمي ويعد الاقباد الكبير على المعرض دليلا كبيرا على قوة ومتانة الاقتصاد البحريني مما جعلها مركزا يحتضن العديد من الاستثمارات الخارجية المعرض العقاري في البحرين هذي من اهم المعارض نتم مشاركاتها ومشاركة المطورين العقاريين كل سنة من اهم المعارض في الخليج واهم المعارض في البحرين والحمد لله يعني كل سنة عن سنة يتطور المعرض طبعا المعرض يتيح الفرصة لجميع المطورين العقاريين بشرح مشاريعهم الجديدة ويمتاز معرض الخليج العقار هذا العام بتنوع الخيارات والمعروضات حيث عرضت الشركات المشاركة مشاريع مهمة من جميع انحاء العالم مثل دولة الامارات والكويت والاردن وقبرص وأسبانيا وألمانيا وتركيا وغيرها من الدول التي حرصت على الحضور والتواجد في هذا الحدث الخليجي الهم ومن جهة اخرى تعتبر مشاركة مؤسسات الدولة مثل مؤسسة التنظيم العقاري تعكس اهتمام ورعاية الحكومة لتذليل العقابات امام تطوير العقاري وتسهيل عملية الاستثمار امام المستثمرين البحرينين والخليجيين والعالميين والله انا شخصيا اشوف المشاركة في المعارض يعني وايد وايد مهمة الفكرة مو فقط هي للبيع او العرض مشروع معين سواء كان جديد او حتى قديم الفكرة من المعارض هو التواصل مع الناس حضورك موجود الناس ترتاح نفسيا تشوفك موجود فعلا تهسن موجود السن اللي بعدها موجود السن اللي فاتت موجود استفسارات موجودة يسألونك تجوابهم التواصل معهم وهو اهم نقطة عندي تكون حق المعارض هذه اللي تصير ويسلط المعارض الضوء على التطورات الحالية والمستقبلية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج اذ يعتبر فرصة ذهبية لقطاعي العقارات والتطوير العقاري بالاضافة الى التعرف على واقع وحجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتوفرة في الاسواق الاقتصادية رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهه المنطقة لا يزال معريض الخليج العقار 2019 يوصل نجاحاته عاما بعد عام دلال علي لمركز الاخبار تلفزيون البحرين وعلى همش المعرض نال بيت التمويل الكويتية البحرين مناقصة تمويل مشروع سعادة التابع لشركة البحرين للاستثمار العقاري ادامة الذراع العقاري للصندوق السيادي بمملكة البحرين وجاء إبرامو اتفاقية التمويل بالتزامن مع معرض الخليجي للعقار 2019 المعرض السنوي الرائد والمتخصص بالعقار والمشاريع العقارية في المنطقة وقال السيد عبد الحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي البحرين بان المصرف يتطلع من خلال هذه المبادرة الى تحقيق مزيج من التنوع الاقتصادي وذلك بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 ويأتي مشروع سعادة كجزء من استراتيجية إدامة طويلة الأمد المتمحورة حول تطوير مشاريع جديدة وتجديد تلك السابقة وإدارتها جميعا وفقا للمعايير العالمية وتطبيق أفضل الممارسات مع السعي لتلبية احتياجات السوق مما يساهم في خلق قيمة للمجتمع بأكمله هذا وقد أعلن السيد عبد الرحمن الكوهجي المدير العام لشركة بن فقيه للاستثمار العقاري شراكت بن فقيه مع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة والشهيرة روبيرتو كفالي حيث يعتبر هذا التعاون هو الأول من نوعه في مملكة البحرين إذ ستتكفل العلامة الإيطالية بتنفيذ التصاميم الداخلية للبرج الشرقي لمشروع الووتر بيبي كلفة إجمالية تبلغ 38 مليون دينار بحريني طبعا مشروع روبيرتو كفالي واحد من التعاون الثلاثة في مشروع الووتر بي طبعا هذه أول مرة في البحرين يكون مشروع براند تاورز وقعنا مع شركة روبيرتو كفالي من أكبر الشركات العالمية في الأثاث لتكون فاشن براند حق مشروع الووتر بي وهي كان طبعا شيء مميز شيء يديد حق السوق البحريني فكنا نحاول نكون مميزين دخلنا لكجوري برودكس في مبناننا وهي طبعا بيكون مختلف عن كل المباني الموجودة لأنه في مبنى اسمه روبيرتو كفالي من برع وهي طبعا شراكة كانت منتازة وجديدة في البحرين وخلقنا برودكس ما كان موجود من قبل السوق البحريني يحتاج هذه النوع من المشاريع يعني مو بحلو أن نحن نكرر المشاريع مباني اعتيادية فحلو أن تكون فيه فرص يديدة فيه استثمارات يديدة حتى حق المستثمرين الأجانب ومستثمرين الخليجيين لنية البحرين يتشوف هاي البراند يتشوف مثلا تلاحظون في بعض من الدول المجاور عندهم براندات أكثر في توراتهم فأحنا أول مرة يبنى مشروع بارامونتس هالمرة يبنى البرتو كفالي نحن في منطقة بحرينبي اللي يمنى فندغ الفور سيزن فحوالنا أن نكون في هذا النوع من البنايات وأن نخلق برودكس يديد يكون مختلف عن التورات الموجودة ويكون شيء مميز وحلو حق المستثمرين الجدد أن نأخذون فيه والآن نترككم مع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفلت بورصتنا المحلية اليوم على ارتفاع نسبته 0.1% عند مستوى 1438 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.760.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 714.000 دينار تم تنفيذها من خلال 78 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 9237 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.11% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5394 نقطة كما هو موضح على الشاشة من خفاض بلغت نسبته 0.18% وبالنسبة لسوق دبيل المالي فقد أغلق عند مستوى 2802 نقطة من خفاض بلغت نسبته 0.30% ارتفع جمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5% في السنة المالية 2018 حيث بلغت نحو 69 مليار دولار أمريكي وذلك مقابل 66.3 مليار دولار في السنة المالية 2017 وتمكنت قطاعات البنوك في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من تسجيل نمو ثنائي الرقم في أرباح السنة المالية 2018 باستثناء قطاع البنوك القطرية الذي سجل نمو أقل ومن جهة أخرى ارتفعت أرباح قطاع المواد الأساسية المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 13.5% وبلغت 10.1 مليار دولار مسجلة بذلك ثاني أعلى مساهمة بالقيمة الحقيقية على أساس قطاعي النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل تهمة جديدة موجهة من مجموعة نيسان تنتظر رد غصن حول اختلاس أموال المجموعة قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن الدين العام في اليونان وإيطاليا أكثر دولتين مدينتين في منطقة اليورو زاد في 2018 والذي شهد تراجعا إجماليا لديون منطقة العملة الموحدة ورغم أن ذلك كان متوقعا فإن تنامي ديون البلدين يتجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تلزم البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات الدين بخفضه تدريجيا وقال يوروستات إن إجمالية الدين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض إلى 85.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 87.1% في 2017 يجتمع 37 من قادة الدول في بكينا غدا الخميس في منتدى الحزام والطريق الذي من المنتظر أن تتخلى له اعتمادات لتمويل مشروعات تحترم أهداف الدين العالمي وتشجع النمو الأخطر وتستهدف مبادرة الحزام والطريق التي تعد محورا أساسيا في سياسات الرئيس الصيني شي جين بينج إعادة بناء طريق الحرير القديم لربط الصين بآسيا وأوروبا وما هو أبعد من ذلك من خلال مشروعات للبنية الأساسية ستتطلب نفقات ضخمة ولكن واشنطن تنظر إلى المبادرة بنظرة مختلفة فهي تعدها أداة لنشر النفوذ الصيني في الخارج وترى أن القروضة الموجهة من خلال المبادرة تورط الدول في ديون غير مستدامة من خلال تمويل مشروعات لا تتسم بالشفافية وكان للولايات المتحدة موقف نقدي إزاء قرار إيطاليا التوقيع على المبادرة الشهر الماضي والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى موسيقى أعلنت القناة اليابانية العامة NHK ووكالة الأنباء اليابانية جي جي بريس عن توجيه تهمة جديدة إلى كارلوس قصن باختلاس أموال من مجموعة نيسان لتكون بذلك التهمة الرابعة التي توجه إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة رينو نيسان وأفدت مصادر مقربة من الملف بأن غصن قد يكون استخدم شركات وهمية لتهريب أموال من المجموعة اليابانية على شركة يملكها ابنه وينفي غصن وعائلته اختلاس أي أموال منددين بما يعتبرونه مؤامرة من نيسان لاتصدي لمشروع دمج المجموعة اليابانية مع شركتها رينو الفرنسية والذي يعارضها الجانب الياباني